معنا النهاردة طريقتين تقدر ان انت تستفادي النهاردة بيهم وصفة مشروب هتعالجك من الام المفاصل والدورة الشهرية والام الجسم بشكل عام ومعك وصفة هتخلصك من البصور ومن الندوب ومن الحبوب اللي بتطلع علينا فجأة حط لايك للفيديو وتعلي معنا نكمل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد اللهم ساءكم بكل خير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النهاردة ان شاء الله جايلكم بوصفة جميلة جدا جدا هتعالج التهاب المفاصل والامراض المزمونة الاخرى على رأس الامراض دي مشاكل الحيود الشهرية عند النساء ولكن زي ما عودتكم على زي المشاهد لو اول مرة بتزور القناة فضلا وليس امر انكم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد لايك وشل الفيديو اذا عجبت معنا نهاردة مكون واحد بس هو يعتبر الاساسي والرئيسي موجود في كل البيوت مش مكلف نهائيا معنا نهاردة الدارسين او القرفة ممكن تستخدميها بودر وممكن تستخدميها عواد عادي ما فيش اي مشكلة ومعنا المكون التاني هو العسل العضوي عسل النحل الابيض اول حاجة قبل ما ابتدي معاكو في الفوائد وازاي نحنا نستخدمها وازاي نحنا نعد كوب لو انت واحدة من النساء او البنات اللي بيكون عندها الحيض الشهري صعب جدا ومغص رهيب بتقدري بكل بساطة قبل ما عادت دورة بيومين بتاخدي كل يوم كوبية ارفة كل يوم كوبية ارفة واول يومين من الحيض الشهري بتاخدي برضو ارفة بتسكن لك المغص ايا كان قوته وايا كان شدته بتنظف لك كمان الراحم بطريقة امنة جدا 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 فانتي كل اللي عليك ان انت هتحضر الكوب زي ما احنا هنحضره النهاردة ان شاء الله تاني حاجة بس طبعا هتستسلي العسلية هتاخدي الارفة كده سادة مش هتقدر التتقبلية بقى سكرية بحابة سكر صغير جدا اول حاجة في العلاجات الطبيعية او في الطب البديل الارفة مع العسل بتدي نتيجة فعيلة جدا في علاج الكثير من الامراض كمان بتعزز الجهاز المناعي ضد العدوى فبالتالي بتقلل الاصابة من اي امراض مختلفة طريقة التحضير بالكون سهلة ولكن خلينا نتطرك ازاي ان احنا هنقدر نعالج بالوصفة بتاعت النهاردة اول حاجة ازاي هقدر اعالج التهاب المفاصل والعظام من خلال دراسات بيجرها بعض الاطباء متخصصون في الطب البديل والعلاجات البديلة انه المشروب قبل الفطار وقبل العشاء بيعمل على خفض الام العظام بنسبة 73% يعني نسبة كبيرة جدا جدا تاني حاجة الكوليسترول بيخلي نسبة الكوليسترول في الدم مظبوطة جدا بيطرد الكوليسترول الضار وبيبقي الكوليسترول النافع فدي حاجة كسر مننا خاصة الكوليسترول ده عبارة عن مجموعة من الدهوم كمان بيمنع مشاكل القلب والاوعية الدموية وتصلب الشغيين بالنسبة للتعب والمجهود هيديك باور طبيعي جدا نشاط حيوي جدا بشكل كبير جدا 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 من غير ما تحس باي تعب الناس اللي عندها مشكلة في عصر الهضم المشروب ده قبل الوجبات بيعمل على تنظيم الهضم تقليل الشهية بيعزز المناعة بيحارب البكتيريا والفيروسات لانه بيحتوى على نسبة كبيرة جدا من مضادات الاكسادة والفيتامينات اللي بتحصن الجهاز الدفاعي للجسم الناس اللي عندها مشكلة في الجيوب الانفية بيخفف القلم بنسبة كبيرة جدا جدا لو انت شربتين مدة 3 ايام بالنسبة كمان للبرد والانفلونزا هو علاق قاتل وفعال للفيروس الانفلونزا خاصة ان احنا طبعا في انتشار السلولات الكديدة في كوفيد 19 محتاجين ان احنا نحرص على المشروبات ده بشكل يومي هعمل لكم النهار ده المشروب وهقول لكم ازاي ان انت تقدر يتتخلص من البصور لو انت عملت كمسك تتخلص من البصور او من الحبوب او من المدوب او او هنعمل كل ده معكم سخينا اول نحضر المشروب بتاع كل اللي احنا محتاجين هو معلقة صغيرة من القرفة معلقة صغيرة تمام عليها معلقة من العسل العضوي يفضل استخدام العسل قولنا كتير بمعلقة بلاستيكي او خشب برغم اننا اوقات بنسة تمام وبنضيف لي الميا المغلية احنا جديد يحطو طيبة ومفيد جدا 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 للجسم على شكل كبير هنا تنويه بسيط بالنسبة لمريض الضغط بيستثناء العسل وبياخد الارفة مع الحليب بياخد الارفة مع اللبن مريض الضغط طبعا لازم المياه تكون بتغلي لان هي بمجرد ما بردت شوية فعملت ثابت تكتلات تمام ولكن هي لما تضاف مغلية التكتلات دي ما بيكونش ليها وجود بندوب كويس جدا وصفة النهاردة بس لو في ناس عندها مشكلة لما بتاخد القرفة لان طبعا اجسامنا كلها مش واحدة في ناس لو اخدت القرفة ممكن تتعب معدتها مع انها هي مفيدة جدا للمعدة بس خلينا ننوه للتسكرة بس انه لو في ناس عندها مشكلة في القرفة اكيد مش هداخد المشروف هتاخد المشروف ده قبل الفطار وقبل العشاء لمدة اسبوع وان شاء الله بيجيب معاك نتيجة طبعا انا لو عايزة تخلص من البصور او عايزة تخلص من الحبوب هعمل ايه اول حاجة تمام هنحضر عجينة والعجينة مكونة من معلقة قرفة تمام وعسل عدوي عشان اخد جزء صغير جدا نعجن بالعجينة هنحضر بيجيب معاك نتعب شوية عما ندوبها مع بعض وصفة جميلة جدا جدا وبالنسبة للناس اللي هي عندها الالم الدورة الشهرية زي ما انا نوهت في اول الفيديو هتاخدها قبل الدورة بيومين واول يومين في الدورة هيخلصك من اي تعب سواء كنت بنت او كنت زوجة او مدم يعني او سيدة عشان امرتبين الكلام تمام بسم الله الحمد للخيل هندوبها كويس جدا نعمل منها عجينة عجينة لازم تكون دايبة في كل القرفة معلقة عسل على نص معلقة قرفة تمام بالشكل ده طيب انا هنا عندي بصور بصور سوداء تمام هاجي كده اخد الخليط بتاعي وحط كده نقط عليه كده على البصور الموكي الناس اللي هي عندها حساسية من اي حاجة بتيجي على بشرتها تختبر حت كطعة صغيرة قبل ما تفرد الوصفة بتاعتنا تختبر كطعة صغيرة وعندها اي مشاكل في البشرة بشكل عام بتعمل كده وبتسبير ربع ساعة تخسر بشرتك عندك حباية طلعالك رهيب جدا عندك في بعض الحفر بتكون في البشرة او احنا بنسميها ندوب جميل جدا جدا فتقدر ان انت تستفادي من القرفة والعسل على النحو ده والنحو ده يا رب اكون قدرت افكروا لو بجزء بسيط متابعان الكرام لو محتاجين اي حاجة سابولي ده في الكومنتات ما تنسوناش باللايك والشير دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة